نروح بقى مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورة مع زميرتنا العزيزة روزان نصر اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع المختلفة والجديد بالذكر أن حيكون لها لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرتو اللي بنصبح عليه وهو مدير تحرير موقع يلا كورة صباح الفل عليكي مريم روزان روزان صباح الفل عليكي وعايزين نسمع منك بقى أهم المنشتات وإن كان فيه منشت منهم يعني يثير الشجن يعني منشت من الصنف الحزين تبيضة في جريبة الجمهورية في اليوم التاسع للأولمبياد الوداع المصري مستمر فضالي عايزين نسمع منك التفاصيل صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد فقرة صحفية جديدة هنبدأ بأهم عنوين الأخبار النهاردة من موقع يلا كورة الأولمبية المصرية أمامنا فرصة لتحقيق ميداليتين جديدتين من جريدة الشروق فرعنة اليد يكتبون التاريخ في توكيو من جريدة الجمهورية في اليوم التاسع للأولمبياد الوداع المصري مستمر وأخيرا من موقع الشرق الأوسط الصفقات الأمثل لفرق الدوري الإنجليزي هذا الصيف هيكلمنا طبعا عن تفاصيل هذه الأخبار يعني أيمن جلبرتو مدير التحرير بموقع يلا كورة برحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الأهلي عايزة أعرف إيه رأيك في المشاركة المصرية بشكل عام أهلا بيكو طبعا وصباح الخير لكريم ونهوان يعني المشاركة المصرية بشكل عام أكيد محبطة كنتائج اللي هي بنتكلم في عدد يعني مدليات بعض اللعيبة عملوا أرقام جيدة بالنسبة لهم زي مثلا فريق السلاح بنتكلم على عمر عصر دول اللي نقدر نقول عليهم مثلا عملوا نتائج جيدة بعيدا عن هدايا ملاك وسيف عيسى لهم حققوا البرونز طبعا منتخب كورة اليد احنا حطين عليه كلنا أمال كبيرة ان هو ان شاء الله يقدروا ان هم يتجاوزوا عقبة ألمانيا وينفسوا على مدليا تبقى مدليا تاريخية للألعاب الجماعية والمصر عموما في تاريخ المشاركات في الأولمبيات ويعني بنتمنى ان كلام وتصرحات مسؤولين اللجنة الأولمبية عن ان متوقع يبقى في مدليتين في الكاراتي خصوصا ان الكاراتي تقريبا ان دي أول مرة في الأولمبيات ومن الوارد ان هي ما تكونش موجودة في أولمبيات جاية فهيبقى أمر جميل جدا وحدث تاريخي لو مصر قدرت ان هي تاخد مدليات في الكاراتي نتمنى التوفيق خلاص الأولمبيات يعني بتخلص نتمنى ان احنا الآية ملجاة دي نشوف أكتر من ميداليا ونحتفل كلنا زي ما احتفلنا بسيف عيسى وهذا ملك توقعاتك ايه لكرة اليد هل هيقدروا يحققوا طبعا أكتر من ميداليا طبعا نتمنى ان هم أول حاجة يعني يعدوا عقبة ألمانيا طبعا ترتبنا في المجموعة أمر مميز جدا نحن ناخد مركز تاني مجموعة مع الدنمارك والسويد من المنتخبات يعني المصنفين ومنتخبات قوية جدا أداء مبهر للمنتخب كالمعتاد في الفترة الأخيرة منتخب اليد عنده فرصة تاريخية ان هو يتأهل السيمي فاينال وهنا بقى هنقول ان هو بينافس على ميداليا ان شاء الله بإذن الله نتمنى ان هم يصعدوا للنهائي عشان يبقى ضمننا الميداليا يعني احنا كلنا بنتوقع وحطين عليهم أمل نتمنى ان ربنا يكون معهم وكرمهم والتوفيق يحالفهم وان شاء الله يحققوا الإنجاز اللي مصر كلها بتحلم بي عايزك تكلمني بشكل عام عن بريامير ليك وتوقعاتك طبعا للموسم الجديد لفرق دوري الإنجليز يعني دوري الإنجليزي كما هو معتاد الصفقات لسه دلوقتي الكلام شغال على الصفقات منشستر سيتي هيدعم بمين تشيلسي ليفربول كل الأنداب بتحابة تستعد للموسم القوي اللي جاي خصوصا للموسم الماضي كان فيه يعني زي ما شفنا كده إجهاد وإصابات وان فيه ضغط كبير في المباريات وكمان بعد بطولة اليورو في ناس ابتدت فترات إعداد وفي ناس مريحة ولسه هتخش فأكيد هيبقى موسم مسير جدا كما هو معتاد في البريمير ليج طبعا كلنا بنا تمنى التوفيق ان محمد صلاح يقدر يقدي موسم كمان استثنائي زي المواسم اللي هو يعني قضاها في البريمير ليج ويقدر ياخد من جديد لقب هدف الدوري ويقدر يكسب مع ليفر بول الدول الإنجليزي للمرة التانية وطبعا بنتمنى كل الشفاء ان تريزي جيه فأقرب وقت ممكن يرجع تاني ينور البريمير ليج بشكرك جدا أيمان جلبرتو مدير التحرير هنا بموقع يلا كورا مشاهدينا دي كانت أهم الأخبار هنا من موقع يلا كورا بشكركم جدا وعود لكم لستوديو مرة تانية جزيلا شكر لك يا روزان تحيات تاليكي والضفك العزيز ترجمة نانسي قنقر